ترجمة نانسي قنقر بدك سارة مع مؤمنين بدك نزهى مع مؤمنين بدك صديق مؤمن ما دليل؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروضا ده دليل ثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خذوا هالقاعدة مني بأي سهرة بأي نزهة بأي لقاء بأي علاقة الآخرون إن استطاعوا أن يجروك إليهم دعوا بنعومي طبعا من دول عنف إن استطعت أن تجرهم إليك ابقى معهم هذا الضابط لعبته شدي الحرب أذكر إنسان بمدينة بسوريا يعني غارق بالخمر مد من خمر فذهب إلى الحج وتاب توبة نصوحة الله قبل توبته عاد إلى بلده أصدقاء السابقين دعوا إلى سهرة بس سهرة فيها خمر قال أنا تائب قال ما لجي أجبروا إجا حب واحد يتحدى قال له شرب قال له ما بشرب قال له كم كلفتك حجتك قال له خمسين ألف عليه خمسين ألف شرب بعد التعشر يوم توفاه الله شارب خمر لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا تصاحب من لا يدلك على الله مقاله صاحب ساحب أخواننا الكرام أريد أن أقول كلمة الآن تربوية وخطيرة جداً أنا معي الدكتورة بالتربية الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى والشيخ والداعية وخطيب المسجد كل هؤلاء تأثيرهم بابنك أربعون بالمئة ورفيق السوء ستون بالمئة لازم تعرف من هو صديقه ابنك بعرف ببلد إسلامي في شخصان كلاهما مدرس تربية إسلامية الأب والأم وعنده الأبن ذهب إلى أفغانستان هناك تم إعدامه بتهريب المخدرات يعني بيئته أستاذ دياني أبو وأمه كذلك مدرسة دياني فلما ترك لرفاق السوء بعيد مرة ثانية الأب والأم والأخ الأكبر والأخت الكبرى والعمة والخالة وشيخ الجامع وخطيب المسجد وأي جهة دينية كل توجيهات بسوء أربعين بالمئة ورفيق السوء ستون في المئة وكلمة خطيرة قلتها في أمريكا كنت أقول لو بلغت منصباً ككلينتون وثروة كأونسيس أغنى إنسان بالعالم وعلماً كألشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس أنا بتحدى واحد يسعد أبنه شقي قال لي واحد ياطيف ببلد عربي قال لي والله يا أستاذ إذا بندعس ابني لأعمل مولد ابنه عاق ليعمل العاق ما شاء يعمل فلن يغفر له أخواناً أهتنوا بأولادكم بتحدى إنسان يسعد أبوه وبده شقي ما بسعد؟ بتحدى إنسان يسعد أبوه وبده شقي ما بسعد؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر